مساء الخير لصفحة اليوفينتوس بالانستجرام ولمتابعي هذه الصفحة مختصة بأخبار اليوفينتوس طبعا الحديث اليوم عن جالوي جي بوفون حارس مرمى طبعا اليوفينتوس ومنتخب إيطاليا وحارس مرمى بارما السابق طبعا الكل يعلم بأنه جي جي بوفون كانت بدايته في بارما ويعني في أفضل سنوات فريق بارما قبل انتقال طبعا إلى اليوفي بمبلغ طبعا أتوقع بأنه يعني تعدى الخمسي مليون يورو أعتقد بأنه الحديث عن جي جي بوفون كبير جدا الكلام لن يوم في حق الأفضل حارس مرمى في التاريخ حقق كأس العالم حقق كثير من البطلات مع اليوفينتوس في الوقت اللي عانى في اليوفينتوس وهبط للدرجة الثانية لم يتخلى جي جي بوفون عن اليوفينتوس واستمر وصل إلى سن 40 سنة قبل أيام اعتزل دوليا بعدها لن أقول أنه بوفون اللي فشل في الوصول بالإيطالي الكاس العالم منما الفشل لإيطالي وليس لبوفون لأنه قدم كل ما لديه حقيقة مع المنتخب الإيطالي الكلام حقيقة لن يوم في حق جي جي بوفون حارس مرمى عظيم وأنا من أشد المعجبين في الكريزما قائد لإيطاليا لليوفي إن كان داخل أرضية الملعب وإن كان خارج أرضية الملعب وباختصار هو حارس مرمى أكيد بأنه متعاطف مع القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر